السلام عليكم اليوم حبينا نتكلم منكم على الطالب منتع الجزائر للانضمام إلى مجموعة البريكس وما هي حوض الجزائر في الانضمام إلى هذه المجموعة الاقتصادية إذن البريكس هو مجموعة منتع دول خمس دول وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وافريقيا الجنوبية وهي في الأساس عندكم دولة من كل قارة يعني البرازيل من قارة أمريكا اللاتينية روسيا من قارة أوروبا الهند من قارة آسيا والصين وكذلك جنوب افريقيا من قارة افريقيا وهذه الدول لوحدها يعني تمثل ما لا يقل عن نصف نصف العدد السكان تلك الكرة الأرضية هي حوالي تلت ملايير ونصف مليار امتع نسامة إذن الصين فيها مليار ومئتين نسامة وهي مليار واربعمائة مليون نسامة البرازيل حوالي ثلاثمائة وخمسين مليون نسامة روسيا حوالي مئتين واربعين مليون نسامة وجنوب فريقيا حوالي أربعين مليون نسامة وإذن هذا التجمع اقتصادي الذي يعني بعد كنتائج الحرب الروسية الأوكرانية وهذا الصراع بين روسيا وأوروبا هذا الفضاء الاقتصادي سوف يتحول إلى فضاء عسكري ويتحول إلى حلف عسكري بضغوط من روسيا وصين وهو يعني ينافس يعني كان ينافس الآن أصبح هو الأول بدون منازع في الماضي كان هو المنافس الأول لمجموعة الجيسات الجروب السبع دول الأغنى في العالم اللي هي أمريكا وفرنسا وإنجليترا وإيطاليا وكندا وكذلك ألمانيا وهذه القروب تعجيزت وكذلك منضم إليه توسع إلى أصبح القروب تعالعشرين الجيفا اللي انضمت إليه العربية السعودية والميكسيك إذن هذه الدول هذا هو التجمع الأغنية في العالم كان بعض الدول كانت يعني درت كل جهود للانضمام للقروب تعجيزات وكل هذه الدول هي ممنوعة الآن من الانضمام إلى منظمة البريكس لأن الآن أصبحت البريكس هي التي تمثل الاقتصاد المتطور لأن المعدلات عن النمو الاقتصادي في الدول البريكس هي الأكبر في العالم في نفس الوقت الدول التابعة للجيسات والجيفا هي اقتصاداتها غير راهي في ركود وفي بعض الأحيان في رجوع إلى الوراء مثل خاصة الاقتصاد التعدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وأسبانيا كل هذه الدول عندها يعني معدل التعنمو الاقتصادي ضعيف جدا وفي الأعوام القليلة القادمة مثلا البرازيل سوف تتفوق في القوة الاقتصادية على فرنسا وبعض الدول نتاعها أوروبا والفرنسا سوف تتققر إلى المرتبة العاشرة وما إلى ذلك إذن يعني المستقبل هو فيد دول البريكس اللي أصبحت علاج لأن نسب النمو الاقتصاد تحتها هو الأكبر في العالم وهي في طريق تطور وفي طريق التحول يعني كانت تحولات كبيرة راهي تعرفها دول البريكس تحت البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا وكذلك روسيا يعني فيه تطورات لهذه الدول لكي تصبح قوة عسكرية حلف عسكري حلف انتع أمن جديد وكذلك سوف يخلق فضاء فضاء مالي لتولي سلة يخلق سلة بتاع العملات لهذه الدول لكي للدفاع عن العملات تحت هذه الدول وإرغام دول أخرى بالتعامل يعني بالروق أو اليان الصيني أو يعني العملات منتع هذه الدول منتع البريكس وتخلي تدريجيا عن الأورو والدولار إذن هذا هو يعني المجموعة منتع البريكس اللي أصبحت هي المجموعة الأولى لأن السوق منتع البريكس هو الأكبر أصبحت يعني فاق السوق منتع الجيسات وإحنا كالدولة الجزائرية يعني بفضل السياسة الحاكمة والسياسة البراغماتية منتع الجزائر منذ الاستقلال ويعني هذه الانتغريتي الإخلاص للمبادئ وعدم الدخول في الخيانات والتحالفات من هنا وهناك الآن الجزائر سوف تجني ثمارها ثمار سياسة هذه السياسة الحاكمة يعني الثاقيلة تالجزائر لأنه عندها الآن زوج حلفاء أقوية في البريكس يدافعون على الجزائر هم روسيا والصين إذن وهذا ما يعني صرح به الباريحة وزير الخارجية دعا الاتحاد السوفيتي وكذلك التصريح هذا عاود يعني صرح به سفير روسيا في الجزائر أنه الجزائر طالبت لدى روسيا دارت طالب رسمي بالإنظام إلى البريكس وهذا يعطينا أكثر قوة اقتصادي وعسكري ويعطينا أكثر آمان للمستقبل لأن العلاقات مع الجزائر مع الدول بريكس هي قديمة حتى علاقتنا مع الهند وخاصة جنوب إفريقيا عندنا علاقة جيدة جدا مع جنوب إفريقيا والهند كذلك والبرازيل العلاقات هي عادية لكن على الجزائر على الجزائر على السلطة الجزائرية أن يطوروا علاقاته مع البرازيل لماذا الجزائر عندها حدود كبيرة للولوج إلى تجمع البريكس أولا أن الجزائر هي أكبر دولة في إفريقيا من ناحية المساحة وعاشر دولة في العالم هذا أولا والمساحة نعرفه بالدور كبير لأن قد ما تكون المساحة كبيرة قد ما تكون ثروات طبيعية كبيرة أولا يعني العامل الثاني هو عامل الموقع الاستراتيجي الجزائر تقع في وسط العالم تقع في وسط القرال سائل العيائي سعيد في تلك والموقع على السمسل الدول في العالم الخبر أنها في الوضع ��د مثلا المركز الثقل على هذه الفضاءات نجده في الجزائر والذي يرى أي خريطة بأن الجزائر تقع في وسط العالم هي على نفس البعد على جميع الدول العالم يعني نيكويدستانس دول الجيري بارابور والزوتر بيه دول البلانات العام الثالث هو القوة الاقتصادية للجزائر صح حقيقة أننا الاقتصاد الجزائري مش متنوع كتير صحيح وهذا هو الاقتصاد في العالم كل الاقتصادات في العالم مش متنوعة كل دولة في العالم عندها اقتصاد اللي تتكلع ليه يعني إلي بازي سير للغاية احنا الاقتصاد انتعنا إلي بازي على الغاز الغاز والبترول وهذا لديه الزوج اقتصادات يعني هذا الزوج ميادين كنجمعوهم يعطيونا قوة اقتصادية خارقة للعادة لأن الاقتصاد تاع الغاز ما فيش غير الغاز فيه التكرير تاع الغاز فيه النقل تاع الغاز فيه الآن أصبحت الغاز أصبحت سلاح وأصبحت ثروة يعني الإنسان ما يقدش يستغنى عليها يعني ما كش دولة تقدر استغنى على الغاز طبيعي هذا يعني أمر مهم وبالإضافة أنه الجزائر الآن عندها ثالث أكبر خزان منتع الغاز 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 الصخري في العالم أكثر من أمريكا يعني والآن حتى الزيكولوجيست اللي كانوا ضد الغاز تاع الغاز يعني اللي كانوا يعني اللي كانوا ضد الاستخراج تاع الغاز الغاز الآن كلهم أصبحوا يعني يعني ولوا إلى رشديهم وفهموا بالمستقبل الطاقة في العالم هو الغاز الصخري ولا مفراء من استغلال الغاز الصخري إذن هذه الثروات والمساحة والموقع والسياسة الحكيمة والعلاقة انتع الجزائر مع ثلاث دول من تجمع البريكس اللي هم الصين وروسيا وأمريكا الجنوبية هذه العوامل كلهم يعني المليت هما يعني في فائدة الجزائر اللي تنظم إلى مجموعة البريكس وكذلك نقطة أخرى كانت كثير من الدول تريد الانضمام إلى متى جمع البريكس كإندونيزيا ومصر كان بعض الدول تريد لكن هذه الدول عضوضها ضعيفة لماذا؟ لأنها كانت تجري وراء الجساد من قبل وسياستها كانت في أغلب الأحيان معادية لسياسة الاتحاد السوفيتي ولسياسة الصين يعني في الماضي إذن الحظ للجزائر هو أكبر حاليف للبريكس خارج البريكس خارج الدول هذه أكبر حاليف للبريكس هو الجزائر والآن الأمور ضارت لفائدة الجزائر يعني بعض الحرب انتعى الأوكرانية الروسية يعني الحرب ما كانت مع الأوكرانية في الحقيقة كانت صراع مع الدول الغربية على مبادئ انتعى اللي كان مبنية لها الاتحاد الدولة الأوكرانية والأسباب انتعى النزاع هذا فيه اختلاف في وجهة النظر بين يعني المعسكر السوفيتي والصيني والمعسكر الغربي فيه اختلاف في وجهة النظر هذا يعني موضوع آخر لكن هذا السراع هو لزاد يعني قوة الدول انتعى البريكس أكبر تقل لتجمع البريكس وإضافة إلى ذلك هناك صراع آخر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول قوانين التجارة العالمية وحول منظمة القات ويعني الأسواق وكيف يعني النظام العالمي للأسس انتعى النظام العالمي هما أسسهم يعني الدول الغربية والصين عندما تطورت ويعني لحقت للسوق العالمية بصناعتها وباقتصادها إلقات مشاكل عقابات وإلقات نقاط عدم تفاهم مع خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في ميدان تجارة العالمية وهذا الصراع وهذا الصراع يعني الأفكار والأمبادئ التي تمشي عليها الاقتصاب العالمي أدى إلى تأجيج أجاجة وأدى إلى تطور وخلق هذا النظام بتاع البريكس كنتيجة لهذا الصراع والإحتكار الغربي هو الذي أدى إلى يعني أدى إلى خلق هذا الفضاء الجديد يعني وكان في خضم كانت اللي كانوا بكري لزارتير إيغو كانوا بكري عطرهم لزارتير موندياليست وهذوك اللي كانوا ضد العولامة المفروضة من طرف الغرب هما اللي أدوا إلى خلق هذه هذا التكتل الجديد الموازي للتكتل الغربي اللي هو الجسد وإحنا حظوظونا لأننا كنا تابعين مع الإزارتير موندياليست وإحنا كنا بومدين من بكري كان ينادي إلى نظام اقتصادي جديد منذ ألف وتسعمائة وربعة وسبعين أول بومدين كان أول من نادى إلى نظام دولي جديد يعني ونادى وكان بعد كذلك جاء بوتفريقة وتكلم على في ديسكورنتا أو في الصربون في باريس تكلم بوتفريقة على موند ملتي بولير أول من تكلم على موند ملتي بولير يعني عالم متعدد الأقطاب بشقط بواحد الآن عندنا زوج أقطاب عندنا جيسات وعندنا البريكس وإذن توجهات هذه الجزائر نحو البريكس يعني كانت كانت تظهر في السياسة الخارجية على الجزائر التي كانت تنادي إلى نظام عالمي جديد إلى عالم ملتي بولير متعدد الأقطاب والآن يعني هذه السياسة سوف تجسد في إنشاء هذا الفضاء الجديد اللي هو البريكس واللي الجزائر كانت دائما تساند هذه الأفكار من التوزيع الثروة وخارج يعني خارج الفضاء التقليدي اللي هو الفضاء الأوروبي هو الفضاء الغربي إذن إن شاء الله كل المعطايات وكل العوامل في فائدة يعني في فائدة الجزائر وفي يعني لصالح لصالح الجزائر لكي تنظم إلى هذا الفضاء العالمي ما علينا إلا أن نطور سياستنا مع الهند والبرازيل لكي نصبح دولة قوية وإن شاء الله تكون لطمب خاصة من الجانب الاقتصادي تكون إيجابية بالنسبة للجزائر اكتفي بهذا القدر والسلام عليكم